في الثالث والعشرين من يوليو عند الساعة الواحدة والنس ظهرا بالتوقيت المحلي كنت في ميداني دومستوك عندما فجر انتحاري من داعش نفسه خلال تظاهرة سلمية نظمت احتجاجا على مشروع لإنشاء خط لنقل الكهرباء لا يشمل مناطقهم في ولاية باميان وسط البلاد كنت وقفا بالقرب من ممر المشات حين شعرت بهزة كبيرة أوقعتني على الأرض بعدها سمعت صراخ شخص يقول إن هناك انفجار آخر حينها شعرت بالذعر وتسألت كيف يمكن أن أغادر المكان حاولت الهرب من مكان الحادث لكنني تيقنت أنني مصاب بإصابة بالغة بعد ذلك هربت من المكان نحو منطقة كوتا سانجي لكن أصبت بساقي في ذلك الاعتداء الإرهابي كنت أرغب في قطع ساقي لشدة الألم أعتبر نفسي محظوظا حين قتل الداعش في ذلك الهجوم أكثر من ثمانين شخصا قبل إصابتي كنت أعمل في قبول وكنت أحصل على ما يسد رمق أطفالي وكانت أسرتي تعيش أوضاعا اقتصادية مستقرة لكن بعد هذه الإصابة تحولت حياتي وحياة عائلتي إلى وضع لا تحسد عليه تم توظيف شخص آخر في المكان الذي كنت أعمل فيه توفي أبي في وقت سابق وبقيت عائلتي لا تملك كثيرا لمساعدتي أنا وأطفال الصغار داعش هو وراء كل هذه المشاكل التي أعاني منها وفعلا هو تبنى الاعتداء الذي استهدفنا داعش ومن ينتمي إليه ليسوا مسلمين وليس لهم علاقة بالإسلام أفعالهم لا تمت للإسلام بصلة لا يمكن أن يقتل مسلم أخاه المسلم البريء بهذا الشكل الإسلام يرفض تماما قتل الأبرياء لكن داعش لا يحترم أي شيء ويمكن للقول إن داعش وحوش برية أكثر منهم أناس إذا هم بشر فمن المفروض أن يتعاملوا معنا كبشر